ومشاهدين نذهب الآن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني أن نوجه إلى الأخوة في الجمهورية الإسلامية الشكر لدورهم ومساهمتهم في الوصول إلى اتفاق شراء الغاز مع جمهورية تركوانستان كذلك موقفهم الداعم للعراق في تجهيز الغاز لتشغيل محطات الكهرباء رغم الظروف التي رافقت تزديد المستحقات بسبب العقوبات الظالمة بطبيعة الحال وفي ظل الظروف والتصعيد الذي تشهده المنطقة فقد تحدثنا كثيرا في أهمية الاستقرار هذا الاستقرار الذي يهدده العدوان الصهيوني في غزة والذي تجاوز كل الأطر القانونية والأخلاقية أمام عجز وفشل المجتمع الدولي للقيام بواجباته خصوصا وأن عملية الإبادة الجماعية مستمرة يوميا لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة مواقفنا المشتركة إذا هذا العدوان واضحة وصليبة وأننا أكدنا في أكثر من مناسبة على رفض التوسعة الصراع وضد خرق سيادة الدول وأهمية دور المجتمع الدولي في أن يطلع بمهامه القانونية والأخلاقية كذلك تطرقنا إلى الجانب الأمني والتعاون الثنائي حيث أكدنا موقفنا المبدئي والدستوري والقانوني بعدم السماح لأي جهة كانت بارتكاب عدوان أو أمل مسلح أو تهديد عابر للحدود ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتخذ منطلق من الأراضي العراقية نجحنا في الاتفاق على ضبط الأوضاع الأمنية عند المناطق الحدودية واللجنة الثنائية الأمنية مستمرة بالتزاماتها وأداء مهامها كذلك التواصل مستمر بين الأجهزة الأمنية بخصوص مسك الحدود ومنع كل أشكال التهريب التي تضر بالأمن الداخلي لكل البلدين هذه الزيارة مهمة وتمثل قوة دافعة لمسار العلاقات الثنائية المتنانية في ظل وجود الإرادة والرغبة الصادقة لقيادة البلدين نحو المزيد من التعاون والتكامل أكرر الترحيب بكم فخامة الرئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله مرة أخرى أتقدم بشكر لدولة السيد رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية التي التقيت به وغيرهما من المسؤولين الذين التقينا بهم أو سنلتقي بهم إنه لفرصة سانحة بالنسبة لي أن أكون في أول زيارة خارجية لي بعد تولية منصب الرئاسة في إيران أن أكون في أول محطة خارجية في العراق لألتقي بالإخوة والأخوان وأنه لكان مهما بالنسبة لي أن أزور هذا البلد قبل أن أتوجه إلى الولايات المتحدة كنت أرغب في متابعة العمل بشأن الاتفاقيات المبرمة سابقا أو الاتفاقيات التي عقدت اليوم المذكرات التفاهم التي أبرمت اليوم تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين إننا تحدثنا بشأن الموقع السراتيجي الذي يتمتع به العراق وإيران مما يمكنهما من تحول إلى نقطة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا نقشنا هذا الموضوع واتفقنا على تشكيل فريق من الخبراء بين البلدين وسيتولى هذا الفريق وضع خطط سراتيجية طويلة الأمد تؤسس لتعاون أوسع بين البلدين استغلال الفرص المتاحة لدى البلدين ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإننا بحاجة إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين البلدين بشكل كامل لنردع بذلك الإرهابيين والأعداء الذين يستهدفون أو يريدون استهداف الأمن والاستقرار في المنطقة لصد هؤلاء فإننا بحاجة إلى اتفاقات أمنية وتعاون في هذا المجال لكي نتعاون فيما بيننا لمحاربة الإرهاب الداعشي والتهريب إن الاتفاقيات التي أبرمت لحد الآن قد حققت نتائج جيدة ولموصلت الطريق فإننا بحاجة إلى تشخيص نقاط الضعف في الاتفاقات السابقة وإزالتها إننا في إيران جاهزون لذلك فكريا واعتقاديا أنا أعتقد أن الدول الإسلامية شقيقة ورسالة الله لنا جميعا هي اعتصموا بحد الله جميعا ولا تفرقوا وأن الفرق هي شفى حفرة النار التي قد وأن الفرق هي ما تدفعنا أو يدفعنا إلى شفى النار هذه إننا نريد العراق قويا ومستقرا وآمنا ومستقلا يسوده أو تسوده الخوة والهدوء وفي ظل وجود عراق آمن مزدهر سيكون بمقدورنا نبني علاقات أخاوية بين الجانبين هذه الزيارة تمثل فرصة عظيمة بالنسبة لنا تنناقش مع المجهات نظرنا ونرسم الخطوات المستقبلية وعلى أساس ما تم الاتفاق عليه سيعقد الطرفان اجتماعات تخصصية للصياغة المعاهدات والاتفاقيات اللاحقة إنه كان يوما جيدا بالنسبة لي فيما تعلق بما اتفقنا عليه فأنا أتعهد بأن أكون ملتزما به وعند عودتي إلى إيران سأتابعه بكل جدية وأمل أن يكون الجانب العراقي على نفس النهج وإذا ما حصل أي مشكلة في سياق متابعة هذه التفاهمات والتوافقات سوف أكون على تواصل مباشر مع الأخ السوداني لكي لا يتوقف العمل أما فيما تعلق بأحداث المنطقة فأن الكيان الإسرائيلي القاتل الذي يرتكب الإبادة الجماعية والحكومات الداعمة له والتي تتشدق بحقوق الإنسان بينما هي من يرتكب أبشع الجرائم بحق البشرية إن الكيان الإسرائيلي بما يرتكبه في غزة يكشف القناع عن حقيقة الدول الأوروبية والولد المتحدة وزيف إدعاءاتها بشأن حقوق الإنسان الكيان الإسرائيلي يرتكب المجازر بحق النساء والأطفال الشباب والمسنين يقصفون المستشفيات والمدارس وكل هذه الجرائم ترتكب بالزخائر والقنابل الأوروبية والأمريكية وإذا ما أراد أحد من الفلسطين من دفاع عن نفسه يتهمونه بالإرهاب يطلقون اسم الإرهابي على من يريد دفاع عن نفسه وهذه أدبية جديدة يسعون إلى تثبيت تثبيتها في العالم آمل أن ننجح كمسلمين ومن خلال الوحدة فيما بيننا أن ننجح في ردع هؤلاء ولتحقيق هذا الهدف نحن بحاجة إلى الوحدة والتماسك فيما بيننا أسأل الله أن يمن علينا بهذا الوحدة وهذا التماسك وأن يمكننا من تعزيزه إن شاء الله وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة